ثم فكرة ما فعله سيدنا أبو بكر وهو أمر لابد من الوقوف عنده وهو التضحية كيف تكون التضحية وده في الحقيقة مبدأ التضحية بيخلينا أيضا زي ما قلت حضرتك يعني لنا منهج دايما في برنامجنا نحن نأخذ الجانب النبوي ونرضعه على الواقع بالواقع نحن نريح لما تجد الناس دخلا النهاردة مثلا على وسائل السوشيال ميديا تتكلم على العلاقة اللي بين الأزواج وفي البيوت واللي تبنى عليها الأسر مزبوط أنا للأسف شديد دايما وأبدا أول حاجة يعني بتيجي على زهني كأننا دخلين في الإسلام جديد التاريخ بقى الهجر ده بيذكرنا يا جماعة نرجع لقواعدنا بقى السليمة لا وكل واحد يفتكر يا جماعة الإسلام دخل بقى له 1444 سنة بقى له 1444 سنة أرسل قواعد اللي على أساسها الرجل يختار المرأة واللي على أساسها المرأة تقبل الرجل نحن شايفين فيه خناءة كبيرة دكتور عبدالغاني على السوشيال ميديا على قائمة المنقلات وعالميا القائمة يتم إلغاءها العروسة ما تجيبش حاجة في الجهاز عندنا يعني خناءات كتيرة يمكن حمتطرق لها دلوقتي في ظل ما احنا بنتحدث عن القيم الإيمانية الروحانية في الهجرة النبوية الشريفة ده نفس الموضوع اللي هو علاقة بهجرة سيدنا الرسول نفس اللي هو إيه للأسف الشديد لازم كل إنسان منا لما ييجي يكلم الناس لما حضرتك تطلعي في رسالة الإعلامية لما الإمام يطلع يكلم الناس في المسجد المدرس إحنا عايزين نوصل لإيه من المفروض إن إحنا مجلس قومي للمرأة والوزارات والهيئات والإعلام عايز يوصل لاستقرار الأسرة طب عشان نعمل استقرار الأسرة نخلي عنصر في الأسرة ينتصر على عنصر ويعاديه ولا من المفروض إن إحنا يبقى في حالة سلام داخل الأسرة إحنا الخطاب اللي إحنا بنقوله كله خطاب عدائي الخطاب اللي إحنا بنكلم فيه إن إحنا عايزين المرأة تبقى فوق الرجل أو الرجل يبقى فوق المرأة أو هذا ينتصر على ذلك أو ذلك ينتصر فين ده؟ فين علاقة المواد والرحمة؟ فين العلاقة اللي بتقوم الأساس بتاعها بيقوم على المواد والرحمة؟ الأسر الأسر الزمان اللي كانت أكثر فقراً كانت أكثر استقراراً الموضوع ملوش دعوة بالجانب المادي الموضوع اللي هو علاقة بالأطماع وكل واحد بيجذب على الآخر وده ما كانش موجود شوفي لما كان في صدق بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا أبو بكر خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أن الرجل الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لما لحقه الفرس غاصت في الرمال ولا تحزن إن الله معنا الإخلاص والصدق والتوكل على الله فأنت أي مجتمع أنا عايز أبني عايز أبني مجتمع يقوم على المواد والرحمة ولا أنا عايز أخلق داخل الأسر صراعات ده السؤال على فكرة اللي احنا لازم نسأله لبعض لازم الأب وفي النهاية لو افترض أن أنا عندي أبناء ما هو أنا هجوز بنت مزبوط وعندي بنت ولو أنا افترضت أن أنا عندي بنت ما هو أنا عندي أبناء يعني لابد أن احنا نعرف أن التعامل داخل الأسر هو تعامل سلف ودين زي ما بيقولوا فما فيش يبقى فيه ظلم ولا فيه تعدي إنما حالة إن احنا طول الوقت أنا عايز طرف ينتصر على طرف وطرف يتحمل الأطراف اللي هي موجودة عشان كده شوف المعيار النبا وبتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلهن مهرا أكسرهن باركة في حاجة يا جماعة في الزواء في البيت اسمها البركة في حاجة يجي النهاردة يعملوا معركة هي الزوجة تخدم أم ويقولوا ده أصل الشرع طالع يقول إنها ما تخدمش طب وفين التراحهم وفين إن هي لما تنتقل لأسرة هي أمها وفين إن هي لما تنتقل لأسرة الأم التانية اللي أمه الهجرة النبوية هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمناسبات الدينية لابد أن تكون مناسبات تعيش فينا لما تجد بعض يعني لا أقول الناس تخرج الأيام دي ويقولوا أصل الناس ما تصليش في الجوامع اللي موجود فيها أضرحة بعدما الأضرحة موجودة بقالها 1400 سنة في الجوامع والناس بقالها 1400 سنة بتصلي وأعظم علماء الإسلام صلوا في هذه الجوامع وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت في المدينة مسجد سيدنا رسول الله فيه سيدنا رسول الله إمام المسلمين وفيه سيدنا أبو بكر وفيه سيدنا عمر ونحن نصلي أمامهم يطلع ناس النهاردة تتكلم حالة الانفلات اللي خلقتها وسائل التواصل الاجتماعي وخلقتها أن الإنسان طالما عنده متابعين فهو له حق يقول أي كلام لازم تتوقع ده الهدف من وجود حضرتك دكتور عبدالغاني أهل العلم في الحديث عن هذه الأمور